قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه ينتظر توضيحات من بوركينافاس بشأن طلبها انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحفي فرنسي ألماني في باريس أن وقادوغو عليها التريث قليلا بشأن هذا القرار مشيرا إلى أنه بانتظار أن يتمكن رئيس الانتقالي إبراهيم تراوري من التعبير وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في سياق توتر متزايد بين البلدين منذ أشهر عدة تلاه مطلب الحكومة البوركينافية هذا الأسبوع انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر واحد فقط